تحياتي في حلقة النهاردة هجلمكم عن الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي وفلسفته في الحياة ولماذا سمح الله بتعدد الأديان حسب فلسفة ابن عربي ابن عربي يعرف عند الصفيين بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر وهو واحد من كبار المتصوفة والفلسفة المسلمين على مر العصور كان ابو علي ابن محمد من أئمة الفقه والحديث ومن أعلام الزهد والطقوة والتصوف وكان جده أحد قضاة الأندلس وعلمائها ولد ابن عربي في مدينة ميرسيا في الأندلس اللي هي أسبانيا حريا بالطبع سنة 558 هجرية الموافق 1164 ميلادية وتوفي في دمشق 638 هجرية الموافق 1240 ميلادية عن عمر يناهز 75 عام تقريبا ابن عربي هو عالم روحاني وشاعر وفيلسوف من علماء المسلمين الأندلسيين أصبحت أعماله ذات شأن كبير حتى خارج العالم العربي وتزيد مؤلفاته عن 800 عام الأدبي لكن للأسف الشديد لم يتبقى من هذه الأعمال الأدبية القيمة إلا 100 عام الأدبي فقط طبعا بسبب تكفيره ونعته بالزندقة والخروج عن الدين وبالطبع هي دي آفة العالم الإسلامي منذ نشأته يعني حتى يومنا الحالي فبسبب هذه الآفة التكفيرية التي تكفر كل مختلف فقدنا أكثر من 700 عام الأدبي وفكري للفيلسوف العربي الكبير ابن عربي التي أصبحت تعاليمه في مجال علم الكون ذات أهمية كبيرة في العالم الإسلامي كله واللي قد لقبه أتباعه ومريديه بألقاب عديدة اللي منها بالطبع الشيخ الأكبر والبحر الزاخر وبحر الحقائق وإمام المحققين ومحي الدين وسلطان العارفين ولكن لقبه الأشهر في الشرق الأوسط هو الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي ومن أهم كتبه كتاب تفسير ابن عربي ويضم تفسيره للقرآن وكتاب الفتحات المكية ويعتبر هذا الكتاب من أعمق الكتب الصوفية ولغته رمزية وبها إشارات إلهية وكتاب فصوص الحكم الذي أصار جدلا كبيرا في وقته ولازال مصدر للجدل حتى يومنا هذا لأن بسبب هذا الكتاب تم تكفيره لأنه تكلم في هذا الكتاب عن فلسفته في الحياة وعن إيمانه بالاتحاد والحلول ووحدة الأديان ووحدة الوجود وأعدكم بعمل حلقات كثيرة وتفصيلية عن أفكاره وفلسفته في الحياة وده طبعا هيكون في حلقات منفصلة تفصيلية لأنه الصراحة يستحق يعني هذا الرجل يستحق أن نشرح أفكاره حيث أن دينه كان دين الحب للجميع ولم يعرف الكراهية لم يعرف كراهية أي دين مخالف له ومن كتبه جميلة جدا دوان ترجمان الأشواق الذي خصصه لماتح فتاة تدعى النظام وهي بنت الشيخ أبي شجاع بن رستم الأصفهاني التي عارفها في مكة سنة 598 هجرية ومن كتبه المميزة أيضا قتاب اليقين الذي تناول فيه موضوع اليقين الذي حير العديد من فلسفة عصره هو طبعا كان فيلسوف كبير جدا يعني الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي عاش في عصر كسرت فيه الصراعات بين الأديان والمزاهب المختلفة فكل مذهب يدعي امتلاكه للحقيقة المطلقة وإن كل ما عداه باطل وهذا الفكر بالطبع يولد الكراهية بين أصحاب المزاهب الدينية المختلفة ويولد التعصب الذي يؤدي بالطبع في نهاية الأمر إلى صراعات دموية وسفك دماء بإسم الله ونصرة للدين وبالطبع الله والدين براء من هذا الفكر التكفير المتعصب لأن الله محب عند ابن عربي حيث أن فلسفة ابن عربي تقول أن هناك وحدة تجمع كل الأديان وأنه لا داعي للتعصب والكراهية وأكد أن الحق ليس حكرا على دين أو مذهب بعينه وفكرة وحدة الأديان عند ابن عربي قائمة على اعتقاده بوحدة الوجود فابن عربي يرى أن الوجود كله تجلى للذات الإلهية فأي إن كان ما تعبد فأنت في الحقيقة تعبد الله لأن الله متجلي في كل شيء في الكون فمن هنا اعتبر ابن عربي أن الدين واحد وأن تعدد الشرائع واختلافها لحكمة إلهية لا يعرفها إلا الله وحده إذن فلماذا نتقاتل بإسم الدين لأن الله كان قادر على أن يوحد هذه الأديان إن أراد ولكنه لحكمة إلهية لا يعلمها إلا هو سمح بتعدد الأديان والمذاهب وترجع أيضا هذا الاختلاف للظروف الزمنية والتاريخية الخاصة بنشأة كل دين لذلك يرى ابن عربي أن حتى الوسني الذي يعبد تمثال من الحجارة ويزجد له فهو في حقيقة الأمر في قلب هذا الإنسان لا يتجه إلى هذا الصنم ولكنه يتجه إلى السر الإلهي الذي رأاه تجلى في هذا الصنم ففكرة تجلى الله في الكون جعلت ابن عربي يؤمن بأن أي إله تعبده يعني أنك تريد أن تعبد الله الواحد الأحد ولكن بطريقتك الخاصة وإن كل الأديان درجات على سلم يتجه في نهاية الأمر إلى الله ومن جهة أخرى يرى ابن عربي أن أساس أي إيمان هو الحب فلا يمكن أن يكون هناك إيمان بدون حب وهذا الحب يتجه في النهاية نحو الله وهذا هو الفكر الصوفي النقي حيث دين الحب ولذلك يقول ابن عربي في بيت شعري يوضح فكره هذا وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى ومعن هذا البيت الشعري الجميل أن الحب الموجود في القلب هو السبب أننا نحب الله ونتجه إليه ولولا هذا الحب الموجود لما عبد الله وقال أيضا عقد الخلائق في الإيمان عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما عقده فكل العقائد والأديان تتجه نحو معرفة الله والتقرب إليه لذلك لا يوجد تكفير في فكر ابن عربي فليس من حق إنسان أن يكفر أحد فكل إنسان حر في طريقة تعبده والوصول إلى الله وفي النهاية ابن عربي صاغى إيمانه في وحدة الأديان في أبيات شعرية جميلة جدا قال فيها لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذ لم يكن ديني إلى دين هداني لقد صار قلبي قابلا كل السورة فمرع لغزلان ودير للرهبان وبيت لأوسان وكعبة طائف وألواح طورات ومصحف قرآن أدينه بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني طبعا كلمات جميلة جدا كلها محبة ويتضح طبعا إن ابن عربي كان يعني يحب جميع الناس بجميع مذاهبهم وأديانهم وكان لا يفرق بين شخص وآخر على يعني أساس دينه أو مذهبه أو عرقه وهي دي يعني أصول الدين الحقيقية يعني هو ده الدين الحقيقي من المعروف بالطبع إن ابن عربي ده كان واحد من كبار المتصوفة والفلسفة المسلمين على مرة العصور الذي كرس حياته لمكافحة التعصف والكراهية ونشر دين الحب كتاب ابن عربي في سوس الحكم يعتبر من أعظم كتب التصوف الإسلامي التي تتكلم عن أسرار الأنبياء والرسل مبينة الحقائق الوجودية السلاس اللي هي بالطبع الله والكون والإنسان وعلاقة الإنسان مع الكون وخالق الكون ويقول البعض إن كتاب فصوص الحكم قدس فيه المخالفين من الكلام الذي به الحاد ولكن بالطبع هذا الكلام غير صحيح وهذا الكتاب يعني أصار جدلا كبيرا في وقته ولازال مصدرا للجدل حتى يومنا هذا يعني وبسبب هذا الكتاب تم تكفيره نعته بالزندقة والخروج عن الدين لأنه تناول في هذا الكتاب فلسفته الخاصة بالاتحاد والحلول ووحدة الأديان أنا معرفش ليه الناس أول ما بتسمع كلمة الاتحاد والحلول ووحدة الأديان والمحبة ووحدة الوجود ليه على طول بتنفعل وتتعصب وتبدأ في التكفير يعني أنا مش فاهم الحقيقة يعني إيه الفكرة إنه لما حد يتكلم عن المحبة ومحبة الناس لبعضها الفقهاء كثير والشيوخ بيتعصبوا يعني لأن في كثيرون يعني من الشيوخ والفقهاء اليوم يكفرون ابن عربي المهم إنه كان بيتناول يعني في كتابه ده وحدة الأديان ووحدة الوجود وأسرار الأنبياء والرسل ويتكون هذا الكتاب من 27 فص ومن أمثال هذه الفصوص فص حكمة إلهية في كلمة أدمية وفص حكمة قدوسية في كلمة إدرسية وفص حكمة روحية في كلمة يعقبية وفص حكمة غيبية في كلمة أيوبية وهكذا يعني واختلف الناس في شرح هذه الفصوص فبعضهم من أسنى عليها وتقبلها بصدر راحب وهناك من رفضها رفضا كامل وكفروا عليها وكل ما ألفه ابن عربي بعد كتاب فصوص الحكم يعتبر شرحا أو تفصيلا لما ورد فيه يعني لما ورد في هذا الكتاب ويقول ابن عربي إنه رأى الرسول في مبشرة بمعنى حلم يعني وهو في دمشق وكان بيده كتاب فقال لي هذا كتاب فصوص الحكم خزه وأخرج به للناس لينتفعون به فقلت السمع والطاع لله ورسوله وقل الأمر منا كما أمرنا وهذه هي قصة كتابه فصوص الحكم الحكم التي تم تكفيره بسببها يعني تخيلوا للأسف الشديد هذا الرجل المحب لكل تم تكفيره وحل دمه لمجرد إنه قال ديني دين الحب يعني نتخيل معا لبرها أو بعض الدقائق لو هذا الفكر الراقي كان هو فكر الأمة الإسلامية اليوم أكيد بالطبع كنا سنصبح أمة راقية متقدمة محبوبة من العالم كله وليس كما هو حالنا النهاردة اللي هو الكل يعني بيبقى خايف منك وحاس إنك إرهابي وممكن تفجر نفسك أو تقتل الناس بإسم الله والله طبعا بعيد عن كل هذا يعني يعني إحنا صورتنا في العالم كله صورة أكثر من سيئة أنت شايفك إنك إرهابي وإنك تقتل الأبرياء من أجل أن تصل للجنة وهذا هو المفهوم الموجود عند الغرب وإحنا السبب طبعا في وضع هذا المفهوم بسبب أفعالنا للأسف الشديد الفكر الذي يسيطر على الأمة الإسلامية اليوم هو فكر السلفيين والإخوان المسلمين حيث الكراهية وتكفر الآخر لأدفه الأسباب حتى المؤسسات الدينية الكبرى مخترقة من هؤلاء التكفريين المتعصبين فكريا الذين يعتقدون أنهم هم الواحدين الذين يملكون الحقيقة المطلقة وهم بس اللي من حقهم يتكلموا في الدين وأنا أعيدكم برضو بعمل حلقات أخرى عن الشيخ الأكبر موحي الدين ابن عربي وفلسفته في الحياة ووحدة الأديان عنده لأن حقيقة هذه الشخصية تحتاج الكثير والكثير من الحلقات حتى نتعرف على فكره الراقي جدا ربما نتعلم شيئا منه وهي دي كانت حلقتنا النهاردة أحب بالطبع أسمع أراءكم عن شخصية ابن عربي وأفكاره وفلسفته وأتمنى أن الحلقة تكون نالت إعجابكم وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة وطابة مساءكم